فعندما أقول الإيمان الكامل هذا الإيمان ينبغي أن يكون مقرون بالتوبة ولكن حتى نصل إلى حالة التوبة لازم يكون في اعتراف ما فيك تآمن أو التوب بدون ما تعترف بخطيتك وإن بتقر بخطيتك ترحم يقول الكتاب ومن يقر بها ويتركها يرحم فإذن أول شيء لازم بهذا الإيمان هو الاعتراف الاعتراف بخطيانا أننا أخطأنا في حق الله وقداسة الله وأخطأنا إلى الإله الغير محدود فعقاب خطيانا ينبغي أن يكون غير محدود والاعتراف بربوبية يسوع المسيح يسوع هو المخلص الوحيد هو الرب الوحيد وهو الطريق الوحيد وهو الملك الوحيد وهو السيد الوحيد نعترف بيسوع ثم نعترف أيضا بخطيانا إن اعترفنا بخطيانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطيانا ويطهرنا من كل إثم ثم التوبة يقول كتاب توبوا وآمنوا بالإنجيل فالله الآن يأمر جميع الناس في كل مكان أن يتوبوا متغاضيا عن أزمنة الجهل أعمال الرسل 17 آية 30 فتوبوا وارجعوا لتمحى خطياكم لكي تأتي أوقات الفرج من وجه الرب وهذا طبعا موجود في أعمال 3 آية 19 فإذن هذا الإيمان مقرون بالتوبة يعني العملة ذات الوجهان وجه أنك تؤمن بيسوع والوجه الآخر أنك التوب وتعترف وتقر بخطيانك تتركها ترجع عنها تعمل فصل كامل قطع كامل للماضي وأن تعزم وتصمم أن تتبع يسوع المسيح بإرادة خاضعة بإرادة كاملة أن تتبع يسوع المسيح كمخلص الخلاص أحبائي من دين الخطيئة فهي عبق حمل والديون احنا منعرف المديونين يعني بيشعروا بأثقال وأحمال دين الخطيئة وصفها يسوع بالدين يعني في المثل في متة 18 بيتكلم عن عبد كان مديون بعشر آلاف وسامحوا في عبد تاني ما سمحوش بالمئة دينار وبالمثل اللي تكلموا لسمعان عندما جاءت المرأة الخاطئة في لوقة إصحاح السبعة وتكلم عن مثل 500 دينار والآخر 50 دينار وسامح يعني اللي سامحوا بالأكتر هو اللي اختبر أكتر فإذن المسيح أو الكتاب يوصف أنه الخطيئة هي الثقل هي عبق هي دين فالمسيح حررنا من دين من دين الخطيئة من سطواتها من قسوتها اللي بتعمل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة